اهلا بكم هنبدأ على طول من الصفحة 11 وهذا التحقيق منه هذه العنوين فروق تدبير العملة تبحث عن حل مع الضرائب اتحاد الصناعات يفجر الأزمة ووزير الصناعة يلقي بالكرة في ملعب المالية يعني أستاذ ناصر هذا التحقيق يتحدث بشكل عام عن موضوع فروق العملة بين السوق السوداء والسوق الرسمية وكيف أثر في مسألة التحصيل الضريبي من الشركات والمؤسسات الصناعية وما إلى ذلك فكيف يرصد هذا التحقيق هذه المشكلة وما هي أسبابها أو المطالب لحلها شوف يمكن قبل التسجيل كنا نتكلم بنقول أن الاقتصاد احنا ككلام كده ما بنفهموش لكن هو احنا بنعيشه زي ما دلوقتي احنا بنتكلم في الاقتصاد كلنا الشعب المصر كله بتكلم في الاقتصاد فاحنا في حاجات العالم كله بدأها من زمان احنا لسه جودات فيها جدا زي موضوع ديفلوشن أو التعويم تعويم الجنيه بالنسبة لنا حاجة جديدة جدا فبالتالي تعويم الجنيه مع أسعار صرف حرة غير محددة احنا بتدينا تظهر عندنا شوية مشاكل مش متمرنين عليها لكن موجودة في الخارج من زمان وفي نظام إلكتروني وأجهزة بتتابع كل ده يعني أنا لما يكون فيه سعر صرف كل شوية لما يكون فيه أسعار للعملات وفروق العملات بلحظة بلحظة زي ما العالم كله بعيشها كده لحظة بلحظة فطب لما نيجي نحسبها ضريبية نحسبها إزاي؟ أكيد فيه فروق فيه فروق كبيرة الدرائب بتتعامل بمبالغ أو بأرقام سابتة ده ما ينفعش لازم يكون فيه ناس متمرانة يبقى فيه شبكة إلكترونية فيه المتابعة لحظة بلحظة والحسابات دقيقة جدا بترصد الفروق دي طبعا ده عمل مشكلة ما بين اتحاد الصناعات و بين الدرائب إزاي نحسبها إذا كان المبالغ اللي ببير جدا لازم يبقى فيه هنا أ ألية حسابية وألية ألكترونية لحساب فروق الضرائب وبالتالي نخرج من هذه المشكلة زي ما العالم كله بيعمل برة وممكن برضو نودي كوادر وموظفين للتدريب في الخارج و العودة أن هما يحلو لنا هذه المشكلة و نستعلم بقريات الخبراء والاقتصاديين برضو و المحللين الماليين أكيد يعني الحقيقة من خلال هذا التحقيق يتكلم عن تحرير سعر صرف الجنيه أنه جه زي حل بالنسبة لهذه المؤسسات والشركات لحل مشكلة التحصيل الضريبي أو الضرائب فحتى يعني حتى هذه اللحظة عندما اتخذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي كيف يمكن حل هذه المشكلة كما يطالب أصحاب هذه المؤسسات والشركات ولازم أي مشكلة يبقى فيه أطراف المشكلة يعودوا مع بعض وبيبقى فيه آليات معروفة ليه مثل هذه المشاكلة القضايا الاقتصادية لها حلول معروفة على مستوى العالم كله ولها قواية حسابية معروفة فيبقى احنا لازم نقض مع بعض نحل هذه المشكلة وفقاً لأسعار الصرف وبقي التداول اليومي وبالتالي يبقى فيه آلية حسابية سابتة يعني بالذات ما يبقاش فيه خسائر أو مكاسب مفتعلة وبالتالي ده يبقى جيد لجميع الأطراف لأن احنا دلوقتي فيه تحرير لسعر الصرف زي ما معظم دول العالم المتقدم بتعمل بس احنا بالنسبة لنا دي حاجة جديدة يعني ما عشنا هاش لكن حسب بطول خبراء السوق وبطول النظرات إن في النهاية السوق بيرجع تاني وفيه منحانيات وبيوصل لاستقرار أو نقطة التعادل في النهاية وبالتالي هنوصل لحل لك اللازم يبقى فيه خبراء يواجهوا هذه المشكلة ويبقى فيه يعني آلية سابتة لحل مثل هذه المشكلة هي يعني تحقيق مطول ومفصل به العديد من آراء الخبراء حول هذه المشكلة بيتناول مشكلة مش في الحسبان ومشكلة جديدة ولها آثارها المالية والمادية فلازم تضع على المحك ويبتدي في حل لها من جميع الأطراف من الخبراء المعنيين تمام إلى الصفحة الثالثة ونقرأ هذا العنوان خلال الدورة العشرين لمعرض القاهرة الدولية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيذا توقع مذكرتين تفاهم استراتيجيتين واتفاقية مع البريد المصري يعني بالأمس افتتح معرض المعرض العشرين للدولة للاتصالات وافتتحوا أيضا رئيس عبد الفتاح السيسي وكان هناك فرصة من خلال افتتاح هذا المعرض لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذه المرة نتحدث عن شركة فيذا وتحديدا الدفع الرقمي أو تقنيات الدفع الإلكتروني فما هي أهمية هذه الاتفاقيات هو طبعا قبل كل ده احنا في أهمية أن القاهرة لازالت هي يعني لها اتصال دولي وأن المهرجان ده أو المعرض الدولي للاتصالات بيتم بصفة سنوية وده ليس محليا فقط ولكنه عالميا ويكون أنه يتم في العاصمة القاهرة ويفتتحه رئيس الدولة ده يعكس ما ده أهمية الوضع الاقتصادي واستراتيجية المكان اللي احنا موجودين فيه كمان هو ليس مجرد معرض فقط لا ده هو بيتم فيه صفقات واقود زي ما شفنا ويمكن احنا الجريدة بتاعتنا العالمي اليوم عاملة ملحق كامل عن هذا المعرض الدولي لكن الأهم فيه أنه مش مجرد عرض بس فقط لأحدث ما وصلت إليه وسائل التكنولوجيا العالمية لكن بيتم اتفاقات ما بين شركات كبرى وهيئات حكومية أو وطنية البريد المصري ده هيئة وطنية عريقة لها تاريخ كبير لما يبقى فيه اتفاق مع فيزا العالمية بيتم من خلالها طبعا فيه شبكتين عندنا للدفع الالكتروني على مستوى العالم إحدى هما فيزا وبالتالي يبقى فيه اتفاق ما بينها وبين البريد المصري ده هيسهل كتير على المواطن المصري وعلى العميل اللي بيتعامل مع البريد ممكن احنا كلنا كمصريين بنتعامل مع البريد لما فيه دفع الالكتروني ده بيوفر لنا الوقت والجهد وحنشوف تطور جديد من الساير بالشبكات العالمية بمعنى احنا دلوقتي نروح للبريد بنعمل تحويل أموال وبيستلمها يعني المرسل مجرد ما هو بيحط المبلغ بيكون المستقبل نفسه أو المرسل لي بيستلم نفس المبلغ بشبكة بتضم البريد ده سهل علينا كتير كنا زمان بنروح بورقة صفرة كده ولا كالحوالة على بكرة بعد 15 يوم وحط الورقة جنب الورقة الكلام ده انتهى البريد تطور نفسه وبالتالي سيتطور أكثر وأكثر لأنه بينضم إلى شبكة عالمية وليس محلية طيب ده وحنا بنتكلم عن الدفع الالكتروني وتحديدا هذا الاتفاق بين شركة فيزا وهيئة البريد المصري لكن تأثير ذلك على أيضا الاستثمار والتعامل المالي في المؤسسات الاقتصادية المختلفة بالتأكيد ده فسيليتيز أو تسهيلات فبالتالي هيبقى فيه تعامل أكثر بالنسبة للبريد من خلال مش مجرد أفراد فقط زي ما حدك قلت شركات وهيئات ومؤسسات وده يفيد البريد المصري لأنه ثقافتنا مرتبطة بالبريد بدليل أنه كان فيه يعني دايما في الاقتصاد الأفضل أنه نشجع المدخرات وأنه يبقى مجتمع بيدخر كان دايما فيه البريد بيجذب الادخارات يمكن ده قل شوية لكن البريد برضو ما زال له بريقه وبالتالي هيبقى فيه تعامل أكثر مع البريد ليس فقط من الأفراد ولكن من الشركات والهيئات والمؤسسات ويجب كمان أنه نهتم بموضوع الادخار وده فاتر البريد اللي كنا بنعملها لأنه هي المدخرات هي اللي بتنقذ الاقتصاد وحتى المفروض ده سلوك يعني أنا أبدا شفت كل أجانب كان بيدوا أبنائهم مصروف من صغرهم تلقاء الولد أو البنت بيشيل نص المصروف وحطه في البنك أو في البريد تمام ويفضل لغاية ما يكبر هو كده يبقى عنده مبلغ كبير بس في النهاية بيقاس المؤشر جايد جدا في الاقتصاد أن تزداد مدخرات المصريين والتعاملات المالية من خلال الدفع الإلكتروني هتكون أسرع وأكبر وتفيد الاستثمار زي ما حالك قلت النقطة مهمة جدا زي نفيد الاستثمار يعني أكيد هذه الخطوة بالفعل مهمة جدا وتعتبر من أبرز التسهيلات في مجال التعامل المالي بشكل عام مازلنا أيضا نتحدث في أخبارنا الاقتصادية وآخر أخبار سعر الدولار وبنقرأ هذا العنوان من الصفحة الأولى ارتفاع دولار البنوك وتجار الموازية يلعبون في السوق يعني مرة أخرى وصل الدولار لما يقرب من 18 جنيه في عدد مختلف من البنوك فما هي أسباب هذا الارتفاع كما يرصودها هذا الخبر والله هو فيه كذا سبب إحنا حاليا فيه بدأنا أزمة من فترة طويلة مع الدولار ولجأت الدولة في النهاية إلى طبعا قرض البنك الدولي ثم إلى تعويم الجنيه ده كان مطلب من سندوق الناد الدولي عايزة أقول إن سندوق الناد الدولي ده دايما ليروشيتة جاهزة كده بيطبقها في موازن الدول لكن موضوع الدولار إحنا له أسباب كتيرة يعني في موضوع الدولار والناس تحتفظ بالدولار ده ظهر نتيجة الأزمة ودي مؤشر في الاقتصاد مش جيد الحاجة الثانية إن إحنا لنا مصادر كتيرة للدولار تأثرت يعني تأثرنا بتحولات المصليين في الخارج يعني بدعوهم يعني سبب وطن إن تحولاتهم تبقى في الداخل شوما دلوقتي بيعملوا تبادل ودائع وصرف في الخارج بل بالعكس ده بعض المصليين في الخارج بيحاول يكتذب دولار من السوق المحلي ده شيء خطأ كبير جدا لازم تحولات المصريين تعود للداخل بأكثر من ما قبل برضو بعض المستثمرين الكبار في السوق المصري بعضهم سحب شركاته خارج السوق المصري وهم مصريين بالمناسبة وده أثر على يعني وجود العملة الصعبة في مصر لإني كان من ضمن المستثمرين دولار لهم شركات حول العالم بيحولوا أرباحها بالدولار إلى مصر حاجة تانية إحنا لسه برضو وده الأهم ده الأمان من أي شيء في الاقتصاد إن الصادرات بتاعتنا لازم تزيد ولازم نعظمها تعظيم الصادرات هو الحل للاقتصاد المصري ده أي حد يتفق على ده ليه؟ لأن الصادرات بتاعتنا لازم أفتح المصانع المغلقة لازم أزود الإنتاج لازم الإنتاج يكون مناسب للسوق وللأسواق الخارجية ولازم أعمل ترويج وتنشيط للصادرات بتاعتي الحالة دي أنا العملة الأجنبية هتبقى موجودة عندي وبالتالي أنا ما أدخلش في أزمة زالة موجودة دلوقتي البنوك بتقعد لفترة طويلة لغاية ساعة 9 بالليل تستقبل الدولار وفيه سوق موازية في نفس الوقت ومع ذلك الدولار لم ينخفض لأنه لازال فيه ولكنه كان انخفض يعني فترة ما وصل لـ 14 جنيه مثلا بالضبط هو لازم يكون فيه حس وطن إنه ما جريش وراء الدولار يعني لماذا هذا الارتفاع المفاجئ مرة أخرى يعني؟ بالضبط أنا لازم يعني تخلص من الدولار أحطه في بلدي في بنوك بلدي عشان أخلص من الأزمة دي اللي هتفرني في النهاية لكن برضو فيه أسباب خارجية البعض دلوقتي بيدور على الدولار عشان يسافر بيه بره عشان يقدي بيه مناسك العمراء يعني فيه أسباب والبعض أيضا يسعى لشراء الاستيراد السلع غير الأساسية بالضبط ويحتفظ بالدولار وعايزين نقف محمى الاستيراد يعني يستوردوا أشياء مستفزة وبالتالي في النهاية لما يكون فيه حس وطني ينضبط موضوع الدولار ولكن السبب الاقتصادي الأهم أن يكون فيه تنشيط الصادرات وترجع تاني المنتجات المصرية اللي بتاخذوا لخارج القطن المصري فين هو لازم يرجع تاني لمكانته لما يجي إن شاء الله الغاز ويسيد ونصدر بدل ما احنا بنحتاج للسوق المحلي الحاجة التانية طبعا نأمل أن السياحة ترجع تاني ولأن ده بيحتاج بعض الوقت أكيد يعني وبنؤكد أيضا كما يذكر هذا الخبر أنه كافة البنوك بتكون حريصة على توفير العملة الأجنبية في الأساس للأدوية لشراء الأدوية والسلع الأساسية إلى الصفحة الثالثة مرة أخرى وهذه القوانين الجديدة في طريقها للمناقشة قريبا قانونان جديدان للتحول الاقتصادي الرسمي والباعة الجائلين اتحاد الجماعيات الاقتصادية يطالب بهيئة وطنية لدعم المشروعات الصغيرة يعني الحياة أستاذ نصر هذا الخبر بيتحدث عن ثلاثة قوانين تحديدا على رأس مجموعة حزمة من القوانين هي قانون الاقتصاد الرسمي والباعة الجائلين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فما هي أبرز ما تنص عليه هذه القوانين كما يذكرها هذا الخبر طبعا أعزميلي فتح الساحن بصحف المرموك كتب هذا الخبر بس أنا أستمت منه حاجة مهمة جدا المشروعات الصغيرة واللي هي بسموها سيمس باللغة الإنجليزية اللي هي small and medium enterprises دي كانت سبب لتقدم دول شرق أسيا كانت حل المشكلات كبيرة يعني كوريا الجنوبية أهم حاجة عندها المشروعات الصغيرة في اليابان في أسيا إنما عندنا لسه لازالت ثقافة المشروعات الصغيرة غائبة تماما من هنا بيطالب هذا المشروع القنوب بإنشاء حيئة أو وزارة لتبني هذه المشروعات لازم نشجع ده يعني اقتصاديا وإعلاميا وبنكيا ومصرفيا إنه حيب فيه تسهيلات لي أنا دلوقتي أنا كمواطن عادي موظف وأو باخد دراتب سابق لك لما بقى عندي مشروع صغير هقدر أأمن نفس بيه هقدر أعيش بيه هقدر يبقى لي دخل تاني ما أعتمدش على الوظيفة فقط الشباب لما ينخرط في المشروعات الصغيرة بدل ما ينتظر الوظيفة وحتى لو جاءت الوظيفة مش هتكفي معا فهي ثقافة ثقافة إنه بقى عندنا مشروعات مش لازم بقى مشروع كبير بس يبقى مشروع صغير وطبعا ليه آلية يعني أنا بقى أدرس السوق وبيبقى عندي دراسة جدوى وأشوف أي مبلغ معايا وأبدأ بيه وأشوف زمائلي والبنكي الديني تسهيلات يعني وأشوف احتياجات السوق من هنا المشروعات الصغيرة هتحل مشكلة المواطنين والدخل وفي نفس الوقت هتوفر لي منتجات كتيرة المنتجات دي لما تزيد في السوق هيزيد العرض إبقى إذن هيقل الطلب وهتنخفض الأسعار هو ده يعني إحنا نحتاجين ثقافة صحيح ويمكن يعني الخبراء من خلال هذا الخبر بيطلبوا بالاهتمام بالفعل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنه للأسف بيشكوا من الاستماع فقط للمستثمرين الكبار اللي نسبتهم لا تتعدى 4% لا وحتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة احنا نتكلم عنها كمحاضرة كده محدش بيفهمة ايه هي والدولة تحمست لها وبعدين يعني خمد التاني لكن مطلوب بقى من الوزارة الشباب ومن الإعلام ومن الثقافة ومن الخبراء الاقتصاديين ومن الناس اللي موجودين في اللعبة نفسهم اللي هم البنوك يورينا ايه آلية المشروعات الصغيرة ويبدأها بالفعل ويشجع الناس عليها طيب أيضا مشروع قانون مهم جدا وهو التحول دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي واللي يعني بيقدر بمليارات من الجناهات ربما تعود بربح كبير او دخل كبير على الاقتصاد اذا ما تم دمجها بشكل رسمي فيه فعني ما هي ابرز ملمة حيزة القانون ايضا طبعا ده تحدي صعب واقصد الاقتصاد غير الرسمي ده يعني هنشعدلين نسيطر عليه يعني ممكن فيه ناس بتتعامل فيه تعامل خاص بيها خارج الاقتصاد الرسمي يعني خارج المؤسسات وخارج البنوك وخارج الدرائب يعني أنا أبسط حاجة وروح للتجار مثلا في الحسين وفي الأزهر هما دولة لوحدهم هما بيعرفوا يتعاملوا مع السوق الخارجي ويستوردوا ازاي وعملوا ازاي ولوحدهم كده طب لو هما اندمجوا في الاقتصاد الرسمي يعني بمعنى ايه ان هما بقيت تحولاتهم بتخص مصر ان هما عملهم بيناسب السوق المصري ان هو بينشط حاجة لخدمة بلد ومش بيشتغل مع نفسه كده فده يعني لازم بقاليه ضوابط فبالتالي ممكن يكون على فكرة احنا فيه سلعة متوفرة جدا عندنا بس رسميا احنا الحكومة مش عارفة تتلم عليها وبالتالي لما تدمج الاثنين ما فيش حصر رسمي لها يعني بالضبط ولو احنا فيه بعض بيتعامل في السلعة يعني الحكومة لا تتعامل فيها وفي حتياج لها زي مثلا موضوع القمح كان فيه ناس يعني كان ممكن تستورد قمح أو تستبدر قمح أو اللي هو الخاص أو سكر خاص يعني السلعة استراتيجية دي ما بتبقى بصفة غير رسمية شيء مش طبيعي يعني ممكن يبقى ما فيش أزمة فعلا بس نتحدث عن أزمة لأنها لا تصل إلى المواطن فده الموضوع ده عايز حصر زي ما حضرتك قلتي وقوانين تضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لأن احنا في النهاية فيه سفينة أو فيه مركب واحدة أو خاصة أن الاقتصاد يعني فيه حاجة شديدة الآن لكل دعم وطالما هذا النوع من الاقتصاد موجود في فعل نستفيد منه مخضرم يعني كان بيقول لنا طب أنا دلوقتي بشوف ناس كتير بتروح تدرس في الخارج والدولة بتديها منحة بالدولار وكمان بتعين لها رواتب وناس بتخرج معها برواتب ويروحوا يدرسوا حاجة احنا مش محتاجين يعني واحد يدرس حاجة فلسفية مثلا العلوم النظرية العلوم النظرية وانا محتاج هنا أن أنا بابني كيان دولة واقتصاد عايز واحد يرجع معايا اختراع في الهندسة يشغل طائرة يعمل مصنع هو ده اللي أنا أصرف عليه فازاي حموظم المنح بتاعتنا بتروح فيه أشياء نظرية وبنصرف عملة صعبة واحنا في احتياج لها فالحاجات دي يعني عاز الصغيرة أينعمل لكنها مؤثرة بشكل كبير أيضا موضوع الباعة الجائلين يعني هذا القانون يطالب بتقنين أوضاعهم أو الحصول على ترخيص رسمية أيضا لتحقيق استفادة منهم هو أصلا الباعة الجائلين يعني في فترة من الفترات يعني في المرحلة الانتقالية اللي أشناها كنا بنشوفهم وغزوا شوارع القاهرة وقفلوا الشوارع تمام يعني الموضوع كان شائك طب دولة ناس بيشتغلوا عمل شريف وفي نفس الوقت هو بيأثر على المرور وعلى الناس اللي غيرهم المتزمين اللي بيدفعوا الدرائب اللي أخدين ترخيص فإحنا المفروض يبقى فيه تقنين فعلا براء بيبقى لهم طبعا نقابة وبلاء لهم جميعا لكن لازم الدولة تقعد معاهم ويبقى فيه تقنين لأوضاعهم ويبقى لهم ترخيص رسمية يعني بقى إعجائل في مكان محدد زي ما في اليونان مثلا وفي أوروبا ما فيش بقى إعجائل يقف في أي مكان وبيع أي حاجة زي ما هو عايز لكن الدولة بتدي له ترخيص بحساب حتى بيبقى قاعد في منظر كده لطيف في مكان واسع مش عارف إيه هو نفسه بيبقى زي السياحة بيجزي بالسياحة صحيح بالضبط فلازم أنا أرخص له وأتابع وأشوف هو بيبيع إيه وبيشتري إيه وبسعر إيه لأن بعضهم حاليا دلوقتي يعني بيختار كده بمزاجه سعر من دماغه الناس الدنيا الأسعار غليت يبقى غلي أنا ما ينفعش يعني إذن مجموعة من القوانين الاقتصادية مهمة أكيد من نتمنى أنه يناقشها مجلس نواب قريبا الأولى والاستثمارات الهندية في مصر وبنقرأ هذا العنوان 380 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في مصر يعني من فترة قريبة أستاذ ناصر كان رئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى الهند وكان هناك بحث لزيادة الاستثمارات الهندية إلى مصر وزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة وأنه مازال التعاون الاقتصادي مع مصر من الهند يصل كما يقدره الخبراء إلى 4 مليار دولار فقط فيبدو أن هذه الزيارة بدأت تؤتي صداها من خلال هذه الاستثمارات الجديدة فما هي تفاصيلها؟ أنا بصراحة كتبت الخبر ده كجزء من خبر كبير إحنا الهند بتربطنا بها علاقات تاريخية من أيام الرئيس جمال عبد الناصر وصدقته طبعا مع أسرة غان دي وطبعا الزعماء الهندين اللي هم أسسوا مع مصر حركة عدم الحياس وكان فيه زكاء شديد جدا من الرئيس عبد الفتح السيسي أنه هو يزور الهند ويبقى فيه صداقة تاريخة تاريخة نظرها مرتين وبابتدى فيه شراكة كمان مع الهند والهند استثماراتها قوية جدا في مصر ودي دولة عاشت فترة طويلة في الفقر ارتبط بالهند زكرة الهند زكرة الفقر لكنها تقريبا هي تحولت إلى دورة متقدمة ودخلت في مجموعة البريكس وبدأت هي تصدر حاجات وتنفسنا كمان احنا في حاجات كتيرة زي موضوع القطن والمنسوجات وهكذا لكن احنا لازم يبقى مع الشراكة تبقى مصلحتنا واحدة وكان الخبر ده صرح به السفير الهندي هنا باتشاي اللي هنا هو كان بيحتفل بالدستور الهندي وكمان بيحتفل بمرور ثلاث سنوات على ترجمة الدستور الهندي في جامعات الدول العربية هنا باللغة العربية فالاحتفال كان بيضم يعني لقاء يعني جانب ثقافي ازباع ما بين الدوتين حتى كان موجود دكتور عمر الشوكي بيتكلم في السفارة وفي الاحتفال عن الدستير ومن خلاله دخلنا إلى المنحنة الاقتصادي واتقال ان فيه شركات هندية كبرة جدا بدأت توسع استثماراتها في بورسعيد وكمان لسه حيتوسعه في الأقاليم وكان فيه طبعا من زمان موجود مصنع أسود الكربون في العمرية في اسكندرية فبالتالي احنا وبيتعمل طبعا سنويا مهرجان على النيل اسمه الهند على دفاف النيل أو انديا بايزانايل وقبل كده كان غاندي في ميدان التحرير فبالتالي وحتى احنا بنعشع الأفلام الهندية طبعا وأميتابة شنوجه الرسالة للشعب المصر وحضر بنفسه هنا فبالتالي من خلال هذا التكامل الثقافي والتاريخي والحضاري والشرقي هم شرقيين زينا وعندنا وعندهم حضارة واحدة بدأت نفكر اقتصاديا في الاستثمارات الهندية هو زي ما سمعت بتادي تزيد ولسه هتزيد كمان إذن زيارة الرئيس بدأت تؤتس مرها بالفعل حتى من خلال الاحتفالات بالدستور أو الهندي أو غيره بيبقى فيه مجال دايما الاقتصاد والتجارة وزيادة الاستثمار يعني أكيد استغلال هذه المناسبة فيه القاء الدوق أيضا على الجانب الاقتصاد الاقتصاد الجميع بخير ولكن الملاحظ هذا العام ارتفاع كبير في أسعار حلوى المولد يصل إلى 25 إلى 30 بالمئة فما هي أسباب هذا الارتفاع كما يتحدث هذا الخبر هو ده صعب الخبر ده كانت فيه زميلة عندنا عازت تروح تشتري حلوة المولد والعروسة والحاجات ديو فاتخدت هي شافت أسعار رهيبة جدا يعني فهو أنا عاز أقول أني موضوع حلوة المولد ده ثقافة خاصة بنا وكن كان أنا شفت حاجة في اليابان أنه هم بيخدوا الملوخية المصري والطورات طلعوا منها 35 صنف منها الشوكولاتة والأدوية وبدأوا ينسيبوها لنفسهم في منظمة التجارة العالمية فلما اتكلمت مع السفر هنا قال لي ما هو الاختراعات الجديدة بتاعتنا إنما الملوخية اسمها ملوكية لن هي أكل ملوك فيه احنا كمان حلوة المولد ممكن ناخذوا بيها الأسواق ونصدرها أنها حاجة خاصة بنا وجديدة العالم ما يعرفهاش فبالتالي نحسن بقى في صادراتنا ونجذب اقتصاداتنا لكن السنة دي بسبب ارتفاع الأسعار والمدخلات في حلوات المولد طبعا السكر وما شابه رفع السعر وبقت فعلا هي الأسراع فقط لكن مفروض دي حاجة شعبية السعر يكون فيها منضبط يريد زي ما السنة اللي فاتت وزارة التنمين قابت بحملة على المصانع اللي هي المخالفة في صناعة حلوة المولد وشافتها مع وزارة البيئة طبعا زي بقى صحيا مع وزارة صحة نوصل لأنه يبقى فيه سعر عادل وفي خلال طبعا ضبط الأسعار وأنه يبقى فيه حلوة سليمة صحيا ودي حاجة الشعب المصري أنا أعرف أنه هو ما بتنزلش عن المناسبات ومهما تكون سواء الفسيخ حلوة المولد ولكن يبدو هذا العام أن الأسعار السكر وما إلى ذلك أثرت طبعا كل سنة أنتم طيبين ودي ذكرى جميلة لمولد طبعا الحبيب عليه الصلاة والسلام أي صلاة والسلام مشاهدين هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة في جريدة العالم اليوم شكرا لضيف هذه الحلقة أستاذ ناصر حسين الأكتب الصحفي بالجريدة شكرا لجود حضرك معنا أستاذ ناصر شكرا لكم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد إلى اللقاء